ازايكم حبيبي عاملين يا رب كنوا بخير الحلقة الجديدة بتدور احداثها حول ياسين ودى سيلين كان فقدت الوعي وقعت من طولها وهي بتكلمه فاخدها ورح المستشفى فعرفوا خبر ان هي حامل طبعا هو مصدوم وهي فرحانة جدا هو مش عاوز الطفل هو طبعا ما بيحبش سيلين هو واخدها بس كده علشان كان بيعاند انجي لكن هي فرحانة جدا ومنتها مسكة بالطفل علشان هو من ياسين وعاوزت ترتبط اكتر بياسين فكانت مفاجأة بالنسبة الياسين يعني لكن بالنسبة لسيلين عادي هيتنال الكاميرا حوالين حازم بقى في الشركة ومعايا اجتماع يعني وبيقول لهم كده احنا اخترنا وكده غلط وكانوا بينقشوه وبيقول لهم يعني انتوا عارفين ان الدواء اللي كان انجي بتدهوله خليه دايما متوتر ومش يعني يعني مش عارف يسيطر على نفسه فعصبي جدا ايدي بتترعش على طول فمش عارف يسيطر على المواقف هتدخل في نفس اللحظة حاماتو اللي هي فضيلة وهتقول لهم دي حاجة عائلية هيقولوا نستأذن هتقول لهم ايوة علشان دي حاجة عائلية فهيبدأوا بقى ان هم يقوموا حايزم بيزعق وبيقول لها ازاي تجيلك الجرأة وتجيلي هنا فهي بقى بتتكلم معي وتقول له انا ما عملتش الصورة بتاعت دوجتك الاولانية وما ضحيتش بيها وكده لبيلعبوا لعبة من وراك طب سبني بس دقيقتين اتكلم معي وهفهمك كل حاجة طبعا هو عصبي جدا مش رادي يسمع منها خالص شفتوا يعني التعبيرات على وشه ومش طايق كلام منها وهي عايزة تفهمه اللي بيحصل من حواليه مين اللي بيتقمر عليه لكن هو مش قابل كلام منها نهائي فهيبدأ بقى يناديلها الامن علشان ياخدها اهو بيشدها اهوا وهيفتح لها الباب وهيندهي الامن علشان ياخدوها فهي طبعا بتزعق بقى وتقول له طب ديني بس دقيقتين فخرجوها بقى هتيجي بقى سيلين هنا فرحانة جدا التعبير على وشها مبين فرحتها وبتقول على ابنها ان دي الوقت المناسب انجي دلوقتي عاوزة تتصل باختها رزان العشان هي برا البلد وبتصور وكده فعملت تتصل على التليفون فما بتردش فواحدة ردت عليها وقالت لها ان هي في جلسة تصوير ومش معها التليفون بتنتنال الكاميرا على رزان وهي قعدة بقى كده وبتفكر طبعا هي كانت محبوسة يازن حبسها هي وكنان في بيت خدهم صغير كده علشان يبقى عندهم الفرصة ان هم يتكلموا مع بعض فطبعا يا رزان مش عاجبها الوضع يا كنان طبعا عاجبه الوضع فبيشغل بقى غاني وبيبدأ يرقص ويقول لها احنا عايزين نتبسط بالوقت اللي احنا عايزينه مع بعض مدامة ان احنا مأكل علينا بالمفتاح فليه ان يزعل نفسنا فبدأ هو يحط بقى غاني ويرقص وهي اصلا مستغربة الوضع يعني مستغربة هو ليه بيعمل كده بتبصله باستغرب جدا جت هنا بقى صورة الكاميرا نقلت على كريمة بتحضر بقى الاكل علشان طبعا هي مديرة المنزل بتاع حازم اكمان وحازم اهوان فهي بتحضر بقى الصفرة فهو متوتر وعصبي جدا فحتى اما يجي يقعد على الصفرة ياسمين طبعا بتعرف الخبر ان انجي هتروح السفر اللي اختها فهي اجلت الخبر اللي هي هتنشره في الجريدة عن فضيلة ان هي اتردت من القصر وقعدة وكده حازم طبعا متوتر دي عدد بتترعش جدا من الدواء اللي بياخده ويعني صرفاته صعبة جدا شوفوا بمسك الملقاط علشان يشيل الخضار بيه بيقع من ايده مش متحكم فيه ابنه بيقول له يعني الوضع اللي انت فيه ده يعني لازم دكتور يقول له لأ انا ما بتنرفز بيحصل كده فهتيجي بقى هنا هتمسك ايده كده علشان تقول له لأ الوضع صعب فالكاميرا تتنقل على كينان هو قاعد بقى بيتكلم مع رازين طبعا تحس ان هم بيرموا الكلام لبعض كده وبعدين انت اللي خليتنا في الوضع ده انت اللي يوم غرفة الفندق وعملت المشكلة فبيرجع يقول لها انا ما كنتش اعرف ان انت اللي هتيجي وما كنتش اعرفك اصلا فقامت جا قالت له انا جيتلك اصلا الفندق جيت بدل اختي المقابلة ديا علشان ان انا بحبك يعني جيت علشان اتقرب لك ان انا ممكن الفت نظرك لقيتك انت عامل لي فخ وحطتنا في موقف وحش طبعا عملة بقت عدبه وعملت مقهورة طبعا من اللي حصل وطبعا كان بعت اخوه وكان حاجز اوضف الفندق لوحدها وهي كانت فاكرة ان هو تقديم لمسابقة الوجه الاعلامي للشركة بتاعتهم فراحت طبعا ملقتش ولا مشتركين ولا اي حد وكان فهي طبعا لما حبه بعض وعرفت ان هو كان قصد ان هو يعمل كده ذلك جدا كانت فاكرة ان يزن هو اللي عمل كده فبتعذبه فاذا هنا بعد ما قفل عليهم البيت وخرج طبعا مأهور جدا طبعا هو بيحب رازين بس دي علشان هما بيحبوا بعض رازين وكنان فهو ضحب نفسه عشان خطر اخوه طبعا قاعد مستني الاحداث هيشوفها يتصلحوا ولا لا في اللحظة دي انجي بتيجي كانت طبعا عرفت هي بتصور فين اختها فهي جات عشان تقابلها وكده بيقلها يزن هيتقرب جدا لوجودها وعشان طبعا ممكن تخرب عليه كل اللي هو عمل يعني عمل يحجز مكان ويسيبهم مع بعض ويقفل عليهم فصعبة يعني لكن هي بقى بتقول له هي فين وبتسأل اختي وكده بيقول لها انا معرفش هي فين تقول له ازاي انت المدير بتاعها وانت اللي مشغلها فبيقول لها الكاميرا تنقل على الرزان هي لسه تتناقش مع كينان طبعا مقهورة جدا من اللحظة لها هو بيقول لها انا ندمت خلاص وندمان بس مش عارف اعمل ايه الندم يعني مش عارف يرجع اللي فات انت اللي لازم ان ترجع اللي كان ما بيننا هي بتقول له قلبي وجاني قوي من اللي انت عملته فهو بقى امن مكانه ورايح لها يقعد جنبها بيتقرب لها هي طبعا رفضة نهائي جاي يمسك ادها وهي رفضت فهو سبها بقى وجاي يمشي هو طبعا متنرفس من الوضع ومش قادر فضرب الازاز بتاع الترابيزة بايده فايده تعورت فهي اول ما ايده تعورت وقعد في الارض فهي جريت علشان تجيب منديل او اي حاجة علشان تربط له الجرح فبدأت تربط له ايده طبعا تعورت وجابت دم نظر تعتاب يعني بصوله كده نظر تعتاب يعني انت اللي خلتنا في الوضع ده طبعا انجي بتكلم يازن بقى فهو اضطر ان هو يقول لها ان هو سايبه مع بعض علشان يديهم فرصة يتكلموا كده فبتقول له ازاي ان انت تعمل كده اه ممكن يكون هي ما عندهاش القابلية او مكادش مستعدة ان هي تعد معي وتتكلم معي قال لها لأ دي فرصة حلوة ان هم يتكلموا مع بعض فبدأت بقى ان هي تقول له وانت يعني شوفوا بقى البصة وتقول له وانت ازاي اصلا قادر تعمل كده انت كده قفلت عليهم وانت بتخبي مشاعرك قال لها انت ازاي تتكلمي كده معي قالت له هو باين عليك وانت بتداري كل ده بقى اعمالك يعني انت بتضحي بنفسك علشان خطر اخوك فبالكاميرا بتنقل على الرازين بقى وهي واقفة كده طبعا عندهم الدنيا برد جدا وشايفين لابسها الفستان ده كان للتصوير بس فبحكم ان هو تقفل عليها فما معهاش اي هدوم تانية فوقفة بنفس الفستان وطبعا زعلانة بعد الموقف اللي حصل هيجي كينان من وراها شايفين هيجي كده ويجيب الشال بتاعها ويحطوا على كتفها ويغطيها هي هتاخدو وتغطي نفسها به فهيبدأ بقى يتقرب لها فهي برضك هتنطر نفسها منه كده ومش برضك يعني مش قبل الصلح يعني هو عاوز يصالحها ومش قبل الصلح طبعا بيقول لها هندننا في الوضع ده الامسا متضايق احداث من المسلسل مسيرة جدا شايفين دي مناقشة ما بينهم وبتقول له مهما تعمل انا مش هقدر ارجعلك مش هعرف اصفة تاني انا قلبي موجوه جدا تبدأ الكاميرا تنقل على كريمة وهي بتكلم فضيلة وبتعرفها ان بنتها سافرت لاختها فهتقول لها ازاي طب جوز هسافر معي هل تقول لها لأ بس هي هناك يزن وكنان ورزان فقالت طب كويس علشان ما تتباش لوحدها فطبعا كريمة بتبلغها على اي حاجة تحصل في الاصر الباب يخبط هنا بقى وبتدخل اغتي ياسين جايب حاجة حلوة معيها بتحلية كده بتلف على اهل الحتة بتديهم فطبعا بتدي فضيلة ففضيلة بتقول لها ايه اللي معيك بتقول لها حلو فبتقول لها بنوزعه بتقول لها امك عجنته بالسم علشان تموتني فبتقول لها لا طبعا انا بوزعه علشان عندنا مناسبة ان سيلين حامل فكريمة بقى طبعا بتستغرب فبتقول لها خدي الطبق ومش عادة تكلهوش بس تخديه فهتبدأت بقى تاخده منها وبعدين هتستغرب كده يعني فاكرة بقى ان انجي عرفت عشان كده راحت لقفتها فمستغربة يعني الكاميرا هتقلب بقى هنا على انجي ويازن هم قاعدين يتكلمه طبعا لسه انجي مصممة ان هو بيحب رازين وبيخبي ووهو بيعمل كل ده كده من وراء قلبه ويازن عمال يهرب منها فبتقول له هروب يعنيك ده يعني في حاجة اصلا الكاميرا بتقلب على كنان بقى ورازين وهم قاعدين مش دين ظهرهم لبعض وطبعا مش طيقاء خالص كانت ليلة طويلة جدا طبعا مش طيقين بعض هيبدأ بقى يروح عند الدفاية وبشعل نار بقى عشان يتدفوا زي ما قلتلكم الجو كان برد جدا منظر الدفاية جميل طبعا ما حد بيحب حد ويتواجع منه وبتبقى صعبة جدا بنفس الوقت يزن مقهور وقلبه واجعه وبرده بيشعل نار علشان يتدفى هيدنه صهران لتاني يوم يعني انا حسنا مش هينام خالص هيدنه شعل النار واقعاد لغاية ما النهار طلع علي بدأ يطلع علي اهوا هو صاحي ومستني ان النهار يبدأ يطلع علشان يروح لهم ويشوفوا الوضع ايه الوضع يشوفهم بقى عاملين ايه يعني اتصلحوا ما تصلحوش اكيد ما يفتح الباب هيعرف الوضع يعني فارزان هنا نايمة لوحدها وهو نايم عبر كورسي هيبدأ بقى يقلق طبعا رائبته هكون واجعية ومن النوم او جسمه بدأ يفوق اهوا النومة متعبة جدا هيبدأ بقى يتجاه ناحية رازين ويعود هيقعد شوية كده وهيبدأ ان هو يغطيها كويس فهي هتبدأ تقلق برضه وتصحى هو فعلا بيحبها جدا بس الموقف اللي حصل ما بينهم ده هو اللي مخليه رازين يعني على قد ما انت بتحب على قد ما انت بتزعل هنا الكاميرا قلبت بقى ان هي خلاص نهار بدأ يطلع๋ا يعنيTEquier مثو ياسمين هنا بقى بتفتح الموبايل على خبر ان حازم اكمان طرد قديلة هي دلوقتي عايشة زيان ف مالجأ او ف بيتها مش لقيتها كل يعني شايفين بقى تعبيرات فضيعة وهي أصلا اللي أيلالهم نزلوا الخبر ده تعبيراتها رهيبة الشر بيبان في عنيها هي عمالة تدبر لهم هي أصلا دي قصة الفساد في المسلسل عمالة تدبر لكله كل واحد هي اللي طردت فضيلة من البيت هنا صحبة فضيلة اللي هي في المنطقة الشعبية بتاعتها قرض في الجرنون في الجريدة ان الخبر يعني اللي هو نزل ده هتبدأ ان هي تروح لها لبيتها وتخبط عليها ده الصبح بدري فضيلة أصلا هتتغرب ازاي هي جاية بدري قوي كده هي اللي سيدوبك صحية وبتعمل شاي هي بتنزي عليها شوفت بتوريها بقى الجريدة بدولة انت جاية من على بكرة الصبح كده فبتقول لها شايفة الخبر ده فبتقول لها انا كده شايفت غليلي في حازم ان هو طردك علشان كده تفضح ففضيلة بتقول لها لأ ادك ممكن يجي على حساب بنتي ويقول لها كل ده جا من وراء امك وانا ما ليش زنب ولا بنتي لها زنب الكاميرا بتنقل بقى على يزن وهو راء نازل كده ورايح علشان يفتح بقى الكنان ورازان شايفين بقى المنظر الخضرة يعني الواحد لو عايش في المكان ده يعني سبحان الله لكنه عايش في قطعة من الجنة هيلاقي هنا هيفجأ ان انجي مستنياة فبتقول له لأ طبعا انت رايح لأخوك وانا راحة لأختي عايزة شوف الوضع ممكن تكون أختي هناك محتاجة مساعدة فانا مش هسيبك في الموقف ده لوحدك لازم اجي معاك فهو هيبطر ياخدها مشو بقى بالعربية رجبه العربية ومشو راحي الناحية بقى البيت اللي هو كان مؤجره علشان يقض في الليلة دي هيبدأ بقى رايحة هو ان يفتح الباب هيفتح لهم وهيقفر الباب مش هيدخل عليهم اللحظة دي كانت رازين ويزن قاعدين فهو كان قال لها جوه قبلها ان انتي لو مشيتي مش هتمشي واتبيني انا الوحدي هتتبي ذكرياتك ورازين الاصلية اللي انتي بتحبيها انتي كده هترجعي تبي رازين الجديدة هتطلعي من جواكي يعني فهنا طبعا شايفين فهي بجت تجري كده وترجع في كلامها بعد ما مشت وثبته وكان كلامها بيدور في دماغه فهو لقاها بتقدم عليه تاني فهو نزل وجري ووحضن وبعض بقى يعني رجعت له بتقوله هو ده حلم ولا حقيقة فبيقول لها لأ حلم صدقي فبصت كده قالت له يزن موجود وهو الناحية التانية بص قال لها انتي موجودة كمان فهي راح تقفتها وهو راح لأخوه حضنه وقال له شكرا على كل حاجة انت عملتها عشاني انت رجعتنا لبعض فهي بتقول لها وانا ما كنتش اقدر افوت المنظر الجميل ده لازم ان اكون جانب اختي فهم في الاخر رجعوا لبعض انتظروني في حلقة جديدة ان شاء الله بإذن الله فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا